بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الوطن الحمد لله على نعمة الامن الحمد لله على نعمة الجيش العظيم لو ما كانش عندك دول كان بقى بلدك ملعب كورة عارفين يعني ايه ملعب الكورة يعني النهاردة فرقة بتاخد الملعب تلعب النهاردة وبكرة فرقة تاني ده اللي بيحصل في دولة شقيقة عظيمة هي سوريا الجريحة المجروحة المريضة الشعب السوري الشقيق نعم مع الشعب السوري الشقيق الذي يدفع السمن سمن الارهاب سمن العدوان سمن قطر وتركيا وغيرها من الدول التي تضرب في الشعب السوري والجيش العربي السوري قلوبنا مع شقائنا في سوريا قلوبنا مع الجيش العربي السوري موقف مصر هو الموقف العربي الوحيد الرصين وحط جنبها اربع خمس نقط الرصين الموقف المبدئي للدولة المصرية من اربع سنوات لم يتغير ده موقف مصر موقف مصر المساند للشعب السوري والحفاظ على الدولة السورية بلا تقسيم قبل الضربة من اربع سنين وبعد الضربة ويفضل لحد ما الدولة السورية تقوم لها قائمة ويتم وحدة الوحدة بين الشعب السوري ده موقف مصر كان بيان مصر بيان رصين عاقل مكتوب بعناية فائقة موقف مصر مبدئي مصر لا تتغير مش مصر الدولة اللي كلمتين ثلاثة ولا ايه يجبوها اي من وش مال لأ في موقف اللي فيه دولة فيه دولة والدولة قالت كلمتها وانا بحيي بيان الدولة المصرية ممثلا في بيان النهاردة ايضا صدر عن رئاسة وبيان صدر عن خارجين مصرية بالامس بيؤكد احنا فين مصر مش بتهلل زي الدول اللي بتهلل بتهلله على مين على خبتكو على خبتك منك ليه ده جيش السور اللي بيتضرب هو اللي بيتضرب مين يعني جيش اسرائيل جيش سوريا اللي اتضرب شعب السوري اللي بيتضرب هو مين اللي بيتضرب يعني ما هللته زي ما حصل في العراق واحنا اللي حصل ده مبارح بالظبط الفين وثلاثة فاكرين فبراير الفين وثلاثة بالظبط كولين باول في مجلس الامن العراق سلاح النووي الحاقه عندهم ده عندهم كمان قيادات القاعدة وقتها قال لك كده طلع كولين باول وزير خارجين الامريكي وقال لك صدام وعنده النووي بتاعه بكرة ممكن يضمر العالم وعنده كل قيادات القاعدة اللي عملوا احداث سبتمبر واحد الفين واحد موجودين في العراق واحنا عارفينهم وشايفينهم ده الطيران بتاعنا والقمار الصناعي بتاعتنا رزق قيادات القاعدة بتحركوا في بغداد وبتحركوا في نينوة وبتحركوا مش عارف فين فين مفيش كولين باول بعد كده ييجي بس كان الهدف ايه ضرب وتدمير الجيش العراقي ده كان الرسالة طب ايه تاني مبقاش في دولة اسمها العراق وحصلوا ده شوفناه بعنينا العراق لم تقعد منذ 2003 وثلاثة لحد النهاردة ونتمنى لها السلام يا رب بإذن الله ده بيتعمل مع سوريا كمان وليش هلقى على فكرة بالرئيس بشار ولا خالص هل ليه علاقة بالشعب السوري الشقيق اللي هو النهاردة دافع التمن اللي منهم النهاردة في مصر بتاع مليون واحد على الاقل على دماغنا يعني عندناش اي مشكلة خالص ولكن ألاقي بعض الناس ايوه هايل هايل مين الدور عليك انت بكرة هو عتقول هايل هو اللي بيضرب ده بيضرب عشان مين وعلى فكرة عايز اقول لكم الضربة ضربة تلفزيونية لو تقدر تقول عليها ضربة تلفزيونية يعني ايه تلفزيونية الروس خدوا خبر الله طب الروس لما خدوا خبر ما قالوش للأمار والسوريين اهل للسوريين قاعدة الشعرات ديت واحدة من اكبر قاعدة جواية موجودة في سوريا ترجمة نانسي قنقر